في خطب تنصيبه كرئيس للجزائر تعهد عبد المجيد تبون باستعادة ثقة المواطن خصوصا أولئك المتمسكين بالحرك ومطالبه وهو ما يقول عنه المحتجون أنه مازال مجرد حبر على ورق تبون أعلن عن عفو رئاسي عن المحبوسين الذين تبقى من عقوباتهم ستة أشهر أو أقل وعددهم يقرب من 3500 ولكن العفو لا يشمل موقف الحرك الشعبي المستمر منذ نحو سنة وهو ما أكده منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين لأن غالبية المعتقلين لم تصدر أحكام بحقهم كما أوضح محامو المعتقلين أن العفو لا يشمل موقف الحركة الاحتجاجية لأن محاكماتهم لم تنتهي بعد اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحسط 142 متظاهرا موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلاة بحملة الانتخابات الرئاسية وتسر اللجنة على أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم هو 200 وأغلبهم مطلع العام الحالي وذهبت وسائل إعلام محلية إلى أن العفو يستثني أيضا السجناء المحكمين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب تصدر السلطات الجزائرية عادة عفوا عن سجناء في العياد الوطنية الكبرى على غرار عيد الاستقلال وعيد الثورة في حين ألمح البعض إلى أن العفو هو عربون وفاء من تبون إلى قائد الجيش الأسبق أحمد جايد صالح الذي تزامنت أربعين نية وفاته مع إصدار العفو الرئاسي